اشتركوا في القناة وبيتكون من ايه استاتيكا وديناميكا قلنا الديناميكا اللي هي بتدرس حركة الاجسام والاستاتيكا بتدرس الاجسام السابتة ومن حيث تأثير القوى عليها اتكلمنا بعد كده على الازاحة وقلنا ان الازاحة هي تحرك نقطة في خط مستقيم من مكان لاخر واتكلمنا عن حالات الازاحة اتكلمنا عن الجزائر دات ان شاء الله النهاردة هناخد مراجعة عامة على التيرم الاولاني بالنسبة لمادة حساب انشاءات معدنية للصف الثاني معنا مجموعة من الاسئلة هنشوف الاسئلة المعلومات اللي موجودة عندنا ونقدر نقول مدى كمية تحصيل المعلومات بالنسبة لنا خلال الفترة اللي فاتت من خلال الاسئلة اللي احنا هنعرضها دلوقتي بالنسبة للحلقة عندنا مجموعة من الاسئلة الاول عبارة عن اسئلة اكمل طبعا بيجي لي السؤال بيبقى فيه فراغ بيطلب مني ان انا احط الكلمة المناسبة او الجملة المناسبة او الرمز المناسب في مكان الفراغ اللي موجود عندي عندي اولا واحد الاستاتيكا هي فرع الميكانيكا الذي يبحث فيه نقط طبعا احنا اتكلمنا في الاول وقلنا ان الاستاتيكا فرع من فرع الميكانيكا بيهتم بدراسة ايه بدراسة حركة الاجسام او دراسة الاجسام من حيث الاتزام بتاعها يبقى اتزام الاجسام الساكنة ده ده بالنسبة لي الاستاتيكا بتهتم بدراسة اه الاكسام اه من حيث الاتزام اه سواء كانت الاجسام طبعا بالنسبة لنا اه معرضة القوة بحيث ان القوة ما بتأثرش عليها في حالة السكون بتاعها لكن بيظهر عندنا تأثير القوة في اه حركة في في وضع الجسم بالنسبة لي القوة بعد تأثير عليه طيب النقطة التانية السؤال التاني بيقول لي واحدة قياس الطول نقط بينما واحدة قياس الكتلة نقط احنا اتكلمنا في الحالة الاولانية عن اه وحدات القياس المتعارف عليها اللي احنا بنستخدمها في المجالات بتاعتنا وقلنا ان انا عندي الطول عندي الكتلة عندي الزمن عندي اه مجموعة من الحاجات اللي انا بستخدمها من خلال الحاجات دي اتقولت عندي الطول باستخدم ايه في الطول باستخدم المتر يبقى باستخدم اه قياس لوحدة الطول المتر طبعا المتر معروف ان هو يعتبر واحدة من القياس الفرنسي اه بيدبع بيبقى فيه مع المتر فيه وحدات اكبر وفيه وحدات اصغر عندي الوحدات الاكبر من المتر اللي هي الكيلو متر وعند الوحدات الاصغر اللي هي السنتيمتر والديسيمتر والملي متر طيب يبقى وحدة قياس الطول المتر بينما وحدة قياس الكتلة الكيلو جرام طيب الكيلو جرام يعتبر وحدة في وحدات اكبر اللي هي الطن وفي وحدات اصغر اللي هي الجرام السؤال اللي بعد كده من انواع القوة نقط ونقط ونقط احنا قلنا قبل كده ان احنا عندنا مجموعة من القوة او مجموعة انواع للقوة بتختلف مع اختلاف تأثيرها على الاجسام في عندي قوة شد في عندي قوة ضغط في عندي قوة قص في مجموعة من القوة قوة اللي عندي قوة الحن نشوف كده اول حاجة من انواع القوة الشد النوع التاني الضغط النوع التالت رد الفعل عندي مجموعة كتير كبيرة من القوة ممكن اذكر منها تلات انواع ده اللي مطلوب بالنسبة للسؤال دوت ايا كان التلات انواع اللي انا اذكرهم في مجموعهم كلهم بيعتبروا صح سواء قوة شد او ضغط او رد فعل او قوة قص او خلاف ذلك من انواع القوة اللي احنا عارفنا السؤال اللي بعد كده الجهد هو نقاط المؤسر على وحدة نقاط من مقطع الجسم نقاط طيب الجهد قلنا الجهد هو القوة المؤسرة على وحدة المساحة من مقطع الجسم عموديا احنا قلنا لما جينا نعرف الجهد في الحالة الاولينية قلنا ان الجهد هو عبارة عن قوة بتأثر على وحدة مساحة من مقطع الجسم عموديا شرط ان يكون تأثير القوة عموديا عشان اقول ان ده جهد يبقى قوة بتأثر على وحدة مساحة عموديا يبقى ده تعريف الجهد هنشوف النقطة اللي بعد كده الكيلو نيوتن بيساوي نيوتن انا عندي الكيلو نيوتن وحدة من وحدات الكتلة الكيلو نيوتن بيساوي نقط نيوتن الكيلو نيوتن بيساوي الف نيوتن احنا عارفين طبعا فيه نيوتن وفيه الكيلو نيوتن والميجا نيوتن ده وحدات من وحدات قياس الكتلة عندي الميجا نيوتن بيساوي نقط نيوتن الميجا نيوتن بيساوي عشرة قس ستة نيوتن يعني الميجا نيوتن الواحد بيساوي مليون نيوتن بقول عشرة قس ستة يعني عشرة مضروبة في نفسها ست مرات هيديني مليون النقطة اللي بعد كده وحدات الاجهاد نقط او نقط او نقط احنا قلنا في الحلقة الاولانية ان احنا عندنا الاجهاد لوحدات قياس وحدات القياس انا قلت ان الجهد عبارة او الاجهاد الجهد والاجهاد بمعنى واحد الجهد وحدات قياسه قوة على وحدة مساحة طيب انا عندي ممكن استخدم القوة تكون بالطن ووحدة المساحة بالسنتيمتر المربع ممكن نستخدم القوة بكيلو جرام وحدة المساحة بالسنتيمتر المربع يبقى هنا عندي وحدات مختلفة ممكن نستخدمها تبعا للحالة اللي موجودة عندي يبقى اول وحدة من وحدات سوق لطن على السنتيمتر المربع يبقى عندي القوة بالطن وعندي المساحة بالسنتيمتر المربع النقطة اللي بعد كده من وحدات الاجهاد او الجهد سوق لكيلو جرام على السنتيمتر المربع ممكن يكون عندي قوة بالكيلو جرام وعندي مساحة بالسنتيمتر المربع النقطة التالتة يبقى عندي سوكل جرام على المليمتر المربع بمعنى ان القوة بالجرام والمساحة بالمليمتر المربع شوف النقطة اللي بعد كده تمانية نقطة هو نقطة الانفصال لنهاية الاعضاء كلمنا عن الازاحة وقلنا الازاحة بالنسبة للمضلعات الموجودة عندي المضلعات المنتزمة المضلع ده بيتكون من مجموعة من الاعضاء وكل عضو بيعتبر بداية بدايته تعتبر بداية لمفصل موجودة مرتبطة مع عضو تاني بمفصل ونهايته بترتبط مع عضو اخر بمفصل يبقى هنا نقطة هي نقطة الانفصال لنهاية الاعضاء اقدر اقول اللي هي المفصل انا عندي مفصل المفصل ده بيربط ما بين مجموعة بما بين عضوين اقدر اربط ما بين كل عضوين بمفصل يبقى هنا عندي المفصل هو نقطة الانفصال لنهاية الاعضاء نقطة اللي بعد كده نقطة هو الخط الواصل بين مفصلين طالما قلت ان المفصل بيربط ما بين عضوين يبقى المفصل ده بيكون ما بين كل مفصل ومفصل عضو يبقى العضو هو الخط الواصل ما بين مفصلين يبقى دي نقطة اللي عندي ان العضو يعتبر واصل ما بين مفصلين نقطة اللي بعدها الزاوية المحيطية لأي مضلع منتزم اقدر اقول لو عندي اي مضلع منتزم في قانون اقدر اجيب منه الزاوية المحيطية للمضلع المنتزم ده لو عندي مربع لو عندي مخمس عندي مسدس كلها مضلعات منتزمة اضلعها متساوية وزواياها متساوية اقدر اقول ان انا عندي زاوية المحيطية لأي مضلع بجيبها من خلال القانون اللي هاي الموجود معايا دلوقتي اللي هو اتنين قاف في سين ناقص اتنين على سين عندي القاف بتساوي تسعين درجة عندي السين بتساوي عدد اضلاع المضلع اللي انا عايز اجيب الزاوية المحيطية للي يعني لو انا عايز اجيب زاوية المحيطية للشكل الخماسي او المخمس بقول ان 2 في 90 وافتح القوس اقول سين هشيلها وحط مكانها 5 اللي هو عدد اضلاع المضلع مقس 2 على 5 يبقى كده الناتج عندي هيكون قياس الزاوية المحيطية للمخمس المنتظم نفس الكلام اقدر اطبقه على اي مضلع منتظم موجود عندي ان انا بشيل السين وحط عدد اضلاع المضلع وبشيل القاف وبحط 90 نقطة لبعد كده عدد اعضاء اعادة الاتزان في اي مضلع منتظم انا عندي المضلع المنتظم اقدر احكمه او اعمل فيه عملية اتزان من خلال عدد من الاعضاء بيتوقف عدد الاعضاء ده على عدد اضلاع المضلع يعني هشوف كده يقول لي عدد اضلاع المضلع ناقص 3 يعني بمعنى ان انا عندي مسدس منتظم اقدر اعمل عملية اعادة الاتزان للمسدس ده ان انا اقول اني محتاج عدد اعضاء اتزان بيساوي عدد اضلاع المضلع اللي هو 6 ناقص 3 يعني بكون محتاج عدد 3 اعضاء لأعادة اتزان المضلع المنتظم عشان اقدر اقول لي ان المضلع منتظم او المضلع متزن اقدر اضف له عدد 3 اعضاء لاعادة الايه الاتزان يبقى عدد اعضاء اعادة الاتزان في اي مضلع منتظم بيسوي عدد اعضاء المضلع ناقص 3 نقطة اللي بعد كده عدد المثلثات المتسندة المتزنة داخل اي مضلع منتظم يبقى لو عندي مضلع منتظم اقدر اقول ان انا عندي المضلع ده في عدد من المثلثات المتسندة المتزنة من خلال القانون اللي انا هشوفه دلوقتي اللي هو بيقول لي ان عدد اعضاء المضلع ناقص 2 يعني لو عندي مضلع منتظم وليكن مثلا المثمن عايز اقول عدد المثلثات المتزنة اللي موجودة في المثل في المثمن ده قد ايه بقول عدد اضلع المثمن اللي هو 8 مائس 2 بيديني الناتج 6 يبقى عدد المثلثات المتسندة داخل المثلث داخل المثمن المتزنة بيساوي 6 مسلثات نقطة اللي بعد كده الزوء المحطية للمخمس نقطة بينما الزوء المحطية للمسدس نقطة من خلال القانون اللي احنا شرحناه من شوية اللي هو اتنين قاف في سين نقاس اتنين على سين اقدر اعرف ان قياس الزوء المحطية للشكل الخماسي مية وتمانية درجة بينما قياس الزوء المحطية للشكل السوداسي او المسدس مية وعشرين درجة دي زوايا سابتة ما بتتغيرش موجودة عندي دايما المخمس زاوياته المحطية مية وتمانية والمسدس زاوياته المحطية مية وعشرين النقطة اللي بعد كده عناصر القوة انا عندي القوة بتتحدد بمجموعة عناصر اللي هي تلت عناصر اقدر احكم من خلالها القوة واقول ان انا عندي عناصر للقوة اول حاجة مقدار القوة يبقى القوة بتحدد بثلت عناصر العنصر الاولاني مقدار القوة العنصر التاني اتجاه القوة العنصر التالت نقطة التأثير يبقى عندي اي قوة بتتحدد بثلت عناصر مقدارها واتجاهها ونقطة تأثيرها شوف السؤال اللي بعد كده بنقول النيوتن هو القوة التي إذا أثرت على جسم كتلته نقط أكسبته عجلة مقدارها نقط يبقى النيوتن هو القوة التي إذا أثرت على جسم كتلته نقط أكسبته عجلة مقدارها نقط يبقى النيوتن هو قوة مقدارها 1 كيلو جرام لو اثرت على جسم يعني القوة النيوتن هو قوة لو اثرت على جسم كتلته واحد كيلو جرام هتكسبه عجلة منتظمة مقدارها واحد متر على الثانية تربيع يبقى النيوتن هو القوة التي اذا اثرت على جسم كتلته واحد كيلو جرام اكسبته عجلة مقدارها واحد متر على الثانية تربيع شوف بعد كده الأمثلة بالنسبة للتمرين اللي احنا خدناها في الجزء اللي فات في الحلقات اللي فاتت عندي المثال الأولاني عمود قطاعه دائري قطره 14 ملي قصرت عليه قوة شد قدرها 1600 سوك لكيلو جرام اوجد جهد الشد الواقع على مقطع العمود من خلال السؤال أو المسألة اللي موجودة قدامي اقدر اقول ان انا عندي مسألة مرتبطة بجهد الشد طيب جهد الشد خدناه في الجزئية اللي قبل كده في الاجهاد وانواعه وقلت ان انا عندي جهد الشد قانون بيساوي القوة على المساحة قلنا الاجهاد بيساوي القوة المؤثرة على وحدة المساحة من مقطع الجسم عموديا يبقى جهد الشد من اسمه عبارة عن قوة شد بتأثر على مساحة مقطع اقدر اقول ان جهد الشد بيساوي قوة على مساحة يعني جهد الشد بيساوي واو على حا نشوف كده المسألة دي هتتحل ازاي او هنحلها ازاي اول حاجة طبعا المعطيات اللي مدهاني قال لي ان القطر 14 ملي يبقى نص القطر 7 ملي قال لي القوة المؤثرة على المساحة المقطع 1600 سوق لكيلو جرام عايز جهد الشد عشان اوجد جهد الشد لازم اقول ان القانون محتاج الواو والحا لان انا قلت ان جهد الشد بيساوي على حا يبقى من خلال كده اقدر اجيب الاول الحا يبقى الحا بتساوي ايه لان ده عبارة عن شداد قطره دائري فمساحة الدايرة بتساوي طه نق تربيعي يبقى اول حاجة في الحل ان انا بجيب بكتب الموطيات بتاعت المسألة القطر عندي 14 ملي نص القطر 7 القوة المؤثرة 1600 ابتدي اجيب الاول المساحة من خلال المساحة اقدر بعد كده اجيب جهد الشد طيب المساحة حا بتساوي طه نق تربيع يبقى الحاح بتساوي الطه عندي 22 على 7 طبعا نص القطر 7 يبقى 22 على 7 في نق تربيع اللي هي 7 في 7 يبقى هنا عندي المساحة بتساوي 154 ملي متر مربع يبقى عندي مساحة الشداد اللي موجودة عندي او مساحة المقطع اللي موجودة عندي بالنسبة لي الجزء اللي بأثر عليه بقوة الشد مساحته 154 ملي متر مربع ابتدي بعد كده اجيب جهد الشد جهد الشد عندي بيساوي واو على حا قوة على مساحة طيب نشوف كده جهد الشد بيساوي القوة عندي 1600 سوق لكيلو جرام والمساحة لسه جايبها دلوقتي 154 ملي متر مربع يبقى جهد الشد بيساوي 1600 على 154 يعني جهد الشد بيساوي 1039 من 100 سوق لكيلو جرام على الملي متر المربع يبقى انا عندي جهد الشد ناتج عن القوة اللي اثرت على مساحة المقطع جهد الشد مقداره 1039 من 100 سوق لكيلو جرام على الملي متر المربع شوف بعد كده من سال تاني عينة من الصلب قطاعها على شكل مسلس طول ضلعها خمسة سانتي اثرت عليها عليه قوة قوة شد قدرها 25 سوق لطن اوجد جهد الشد من خلال المسألة هنا قدر اقول ان انا عندي جهد شد يعني عندي جهد شد جمشين عندي قوة واو عندي مساحة مقطع اقدر اجيبها الشكل اللي موجود عندي في المثال هنا مسلس اقدر اقول ان مساحة المسلس عندي بتساوي طبعا لان ده مسلس متساول اضلع طول ضلع وخمسة سانتي مساحة المسلس متساول اضلع بتساوي مربع الضلع في المعامل الحسابي ابنشوف كده الحل اول حاجة طبعا عندي ضاد اللي هي طول الضلع بتاع المسلس قلنا انه هو مسلس متساول اضلع طول ضلع وخمسة سانتي قلت القوة المؤسرة على المسلس خمسة وعشرين سوق لطن المطلوب جهد الشد اللي هو جيمشين ومطلوب كمان مساحة مقطع ايه الشد عندي حا نقطة الاولانية ان انا اقدر اجيب الحا عشان من خلال الحا اقدر اجيب جهد الشد ان جهد الشد بيساوي واو على حا ايه الحا عندي عبارة عن مساحة مسلس متساوي الاضلع مساحة المسلس المتساوي الاضلع بتساوي مربع الضلع اللي هو ضاد تربيع في المعامل الحسابي بالنسبة للمسلس المتساوي الاضلع 433 من الف طيب اقدر اقول بعد كده ان الحا اللي هي المساحة بتساوي هشيل الضاد طبعا وعوض عنها بالخمسة لان الضاد طول الضلع بيساوي خمسة يبقى ضاد تربيع بتساوي خمسة في خمسة في 433 من الف يبقى هنا عندي الناتج عشرة 825 من الف سنتيمتر مربع يبقى دي مساحة الشكل المسلس اللي موجود عندي اللي انا هأثر عليه بقوة الشد نشوف بعد كده النقطة اللي بعد كده جهد الشد بيساوي واو على حا يعني جهد الشد بيساوي الواو عندي بخمسة وعشرين والحا بعشرة 825 من الف يبقى جهد الشد بيساوي اتنين وتلتمائة وتسعة من الف سقل طن على سنتيمتر المربع يبقى الجهد الناتج عن تأثير قوة مقدرها خمسة وعشرين سقل طن على مساحة مقطع شكل مسلس متساوي الاضلاع طول ضلع خمسة سنتيمتر هتديني جهد شد اتنين وتلتمائة وتسعة من الف سقل طن على سنتيمتر المربع نشوف المثال اللي بعد كده وجري اختبار على مصمار قطاعه دائري قطره اتنين وتمانية من عشرة سنتي يبقى قطر المصمار اتنين وتمانية من عشرة سنتي بواسطة قوة ضغط معنا قوة ضغط يبقى انا محتاج ان انا اشتغل على جهد ضغط طيب بواسطة قوة ضغط ان قدرها مئة وستين سوق لكيلو جرام اوجد مقدار جهد الضغط طيب عشان اجيب جهد الضغط اتفقنا ان احنا عندنا بالنسبة لانواع الجهد جهد الشد جهد الضغط جهد القص جهد الشد بيساوي او على حق جهد الضغط بيتماثل مع جهد الشد برضو بيساوي او على حق لانه هو عبارة عن تأثير قوة بالشد على مساحة مقطع معين طيب جهد القص طبعا بيساوي او على حق بس التأثير بالنسبة لجهد القص بيكون على مصمار بنشام او مصمار الالغوز او اي وسيلة من وسائل الربط المعتدة طيب انا عندي هنا المطلوب ان انا اجيب جهد الضغط طيب عشان اجيب جهد الضغط لازم يكون عندي الاول المساحة والقوة طيب انا عندي القطر بالنسبة للمصمار اتنين وتمانية من عشر سنتي يعني نص القطر هيساوي واحد واربعة من عشرة سنتي طيب القوة المؤثرة مية وستين سوكل كيلو جرام طيب جهد الضغط هنا ده المطلوب اللي موجود عندي وكمان عندي المساحة مطلوبة يبقى عندي اتنين مطلوبين بالنسبة للمسال دوت اللي هو جهد الضغط والمساحة اقدر اجيب المساحة من القطر او من نص القطر زي ما احنا عارفين يبقى عندي حاحة بتساوي طه نق تربيع طه نق تربيع اشيل طبعا الطه وحط اتنين وعشرين على سبعة واشيل النق تربيع وحط نص قطر المصمار اللي هو واحد واربعة من عشرة سنتي يبقى عندي الحاحة بتساوي اتنين وعشرين على سبعة في واحد واربعة من عشرة في واحد واربعة من عشرة يبقى الحاحة هنا عندي بتساوي ستة وستاشر من مية سنتيمتر مربع دي مساحة مقطع المصمار اللي انا هأثر عليه بجهد او بقوة الضغط هاي بنشوف بعد كده جهد الضغط جهد الضغط طبعا بيساوي او على حاحة يعني هيساوي النقطة اللي احنا قلنا عليها ان انا عندي ستمائة وستاشر اقول مية وستين على ستمائة وستاشر هيديني الناتج بتاع جهد الضغط طبعا شوف الجزئية اللي بعد كده احنا كده اتكلمنا عن جهد الشد وجهد الضغط وقلنا ان عندي جهد الشد بيأثر في قوة شد نتيجة تأثير قوة شد على مساحة مقطع وقلت ان جهد الضغط ناتج عن تأثير قوة ضغط على مساحة مقطع لجزء معدني دي كانت الجزئية الاولانية اللي هي الجهد بالاضافة لامثلة اللي احنا خدناها اللي هي الاكمل كانت شاملة الجهد والجهد وشاملة الازاحة اللي هو الباب التاني وشاملة الجزئية الاولانية اللي هي كانت القوة وتعريفها والتعريف الاستاتيكا والجزئية وحدات قياس القوة والكلام ده نبتدي ناخد الجزئية التانية اللي موجودة عندنا بعد كده اللي هي اثر الازاحة على المضلعات المنتظمة انا عندي مضلعات منتظمة اقدر اقول ان انا عندي مضلع منتظم امتى لما يبقى اطوال اضلع متساوية وزوايا متساوية انا عندي مسدس او شكل سداسي منتظم بمعنى ان هو ليه ست اضلع وليه ست زوايا كل زوايا منهم متساوية مع الزوايا التانية يبقى زوايا متساوية واضلع متساوية ده شرط ان يكون مسدس منتظم او شكل سداسي منتظم اقدر اقول ان تأثير القوة او اثر الازاحة على الشكل السداسي من خلال المثال اللي احنا هنشوفه دلوقتي انا عندي شكل سداسي الشكل السداسي زي ما هو بين قدامي عبارة عن مضلع منتظم ليه ست اضلع زوايا ست زوايا متساوية المضلع ده بيكون مرتكز من القعدة عند نقطتين القعدة اقدر اول حاجة اعملها ان انا احدد رموز او احدد اتجاه تأثير القوة الاول اقول ان القوة هتأثر عندي قوة شد من اعلى بمعنى ان الشكل السداسي مسبت او مرتكز من القعدة وفي نفس الوقت حصله او اثر عليه قوة شد من اعلى من النقطتين المقابلين للقعدة طيب لما ابتدي اول حاجة بعملها زي ما انا قلت بحدد مكان القوة وتأثيرها فين وابتدي بعد كده احدد رموز للشكل بتاعيها اول طبعا انا عندي شكل سداسي يبقى الالف به جيم دال هي واو انا حددت رموز للشكل السداسي وحددت المكان مكان التأثير بتاع القوة بالسهمين اللي موجودين عندي ابتدي اشوف شكل الشكل السداسي بعد تأثير القوة عليه هيختلف طبعا من شكل سداسي هيظهر شكل جديد الشكل الجديد ده ناتج عن تأثير القوة وبالتالي حركة الازاحة في الاضلاع بتاعة المضلع اللي موجود قدامي نشوف كده طبعا قلت النزاوية الشكل السداسي مية وعشرين درجة انا عندي الشكل السداسي لما اثر عليه بكوة شد هو مرتكز من القعدة ومثبت من القعدة هيحصل فيه ان الاضلاع بتاعته بالنسبة للضلع قلب به والضلع به جيب الضلع ده والضلع ده اللي اتنين هيصبحوا على استقامة واحدة بمعنى ان زاوية به اللي هي موجودة عندي كانت مية وعشرين درجة هتبقى هنا عندي مية وتمانين درجة وفي نفس الوقت زاوية هي هتبقى مية وتمانين درجة ابتدي اشوف تأثير الازاحة على الشكل السداسي بقى عندي الشكل مستطيل فيه نقطة الف ونقطة به وجيم ودال وهيه وواو طيب نشوف زاوية كده اختلفت من المية وعشرين كانت كلها مية وعشرين اصبحت عندي دلوقتي فيه اربع زاوية تسعين وعندي زاويتين مية وتمانين زا ما احنا شايفين زاوية جيم تسعين زاوية دل بقت زاوية قايمة تسعين زاوية الف بقت زاوية تسعين زاوية واو بقت زاوية تسعين زاوية به بقت زاوية مستقيمة مقدارها مية وتمانين وزاوية هي بقت زاوية مستقيمة مقدارها مية وتمانين من خلال الشكل الجديد اللي ظهر عندي اقدر اقول ان اثر الازاح على الشكل المنتظم اللي هو الشكل المسدس المنتظم من خلال الجدول اللي انا اعرضه دلوقتي. بس عشان ابتدي اقولي الاول ان اي مضلع منتظم يبقى نون بتساوي اتنين قاف سين على اتنين قاف في سين ناقص اتنين على سين. طبعا النون بتساوي اتنين في تسعين ستة ناقص اتنين على ستة. ده الخطوة الاولانية البعد ما برسم الشكل السوداسي وارسم الشكل الناتج بعد تأثير القوة. ابتدي اعوض في القانون دوت على اساس ان انا اقول ان انا عندي الزاوية المحيطية للشكل السوداسي بتساوي مية وعشرين درجة. يبقى عندي الزاوية المحيطية للشكل السوداسي مية وعشرين درجة. طيب ده الجدول اللي انا هستخدمه عشان اه اكتب فيه الرموز واصر الازاحة اللي اللي حدست ليه الشكل عندي بعد تأثير القوة بالشد عليه. اول حاجة بعد ما برسم الجدول طبعا عندي الشكل اللي انا بيشتغل عليه المسدس. عندي اثر الازاحة قبل وبعد. عندي مقدار الزيادة او نقص. عندي الزاوية طبعا الشكل السوداسي لما اه حددت له رموز بقى عندي قلب به جيم دال هي واو. عندي المجموع بالنسبة ليه الزاوية اللي هتنتج عندي سواء قبل الازاحة او بعد الازاحة او مقدار الزيادة او نقص. طبعا زاوية الشكل السوداسي كلها مية وعشرين درجة قبل الازاحة. يبقى الزاوية كلها مية وعشرين. مجموعهم سبعمية وعشرين. بعد الازاحة قلنا ان انا عندي اربع زاوية بقت تسعين اللي هي الف وجيم ودال وواو. وعندي زاويتين بقوا مية وتمانين اللي هما زاوية به وزاوية هي. طيب. زاوية الف بقت كانت قبل الازاحة مية وعشرين بعد الازاحة او بعد تأثير القوة بقت تسعين. يعني حصل فيها نقص بمقدار تلاتين درجة. زاوية به كانت مية وعشرين بقت مية وتمانين. يعني حصل فيها زيادة بمقدار ستين درجة. زاوية كانت مية وعشرين بقت تسعين. حصل فيها نقص بمقدار تلاتين درجة. طبعا انا بكتب في خانة الايه الخانة. لو حصل زيادة بكتب في خانة الزيادة. لو حصل نقص بكتب في خانة النقص. عندي هنا زاوية دال كانت مية وعشرين بقت تسعين. يعني حصل فيها نقص بمقدار تلاتين. زاوية هي كانت مية وعشرين بقت مية وتمانين. حصل فيها زيادة بمقدار ستين عندي زاوية واو كانت مئة وعشرين بقى التسعين حصل فيها نقص بمقدار تلاتين طيب لما اجي اجمع اثر الازاحة عندي الاعمود بتاع قبل هلاقي مئة وعشرين زاوية الشكل السداسي او المسدس مجموعهم الست زاوية سبعمائة وعشرين هلاقي بعد تأثير الازاحة مجموع الزاوية سبعمائة وعشرين هيظهر عندي في مقدار الزيادة لما اجمع هبصى لقي ستين وستين مئة وعشرين لما اجمع مقدار النقص هيبقى عندي تلاتين وتلاتين وتلاتين يعني اربعة في تلاتين بمئة وعشرين درجة ده كده تأثير الازاحة على الشكل السداسي او المسدس المنتظم نتيجة لتأثير قوة شد من اعلى شوف بعد كده مثال تاني اوجد اثر الازاحة على المخمس المنتظم بقوة شد يبقى عندي شكل خماسي او مخمس منتظم موجود قدامي مرتكز من النقطتين القاعدة واثرت عليه بقوة شد طبعا انا بسمي الاعضاء بتاعت الشكل الخماسي وبالتالي هينتج عندي شكل جديد عبارة عن مسلس متساوي الساقين طيب الرموز عندي الف ب جيم دال هي تمام عندي حدث هنا او حصل ان بقى فيه زاوية نشأة موجودة عندي زاوية الرأس بتاعت الشكل الخماسي دي بقولي عليها زاوية نشأة بالنسبة للشكل الخماسي الزاوية النشأة بتساوي ستين على اتنين يعني بتساوي تلاتين بالنسبة للشكل السباعي اللي هو يعتبر الشكل الفردي اللي بعد الخماسي زاوية الرأس لما بيحصل فيه ازاحة او بتأثير قوة شد بتبقى ستين على تلاتة تمام يعني عشرين درجة لو عندي شكل تساعي او شكل مكون من تسع اضلاع بقسم ستين على تلاتة بيبقى عندي هنا اثر الازاحة على زاوية الف ان هي بقت زاوية نشأة زاوية نشأة بالنسبة للمضلع المنتظم اللي هو المخمس المنتظم تلاتين درجة معنى كده ان انا عندي مسلس متساوي الساقين مسلس متساوي الساقين زاوية الرأس تلاتين يبقى بالتالي زاويتاي القاعدة هتساوي اللي اتنين مع بعض مجموعهم هيساوي مية وتمانين نقص تلاتين يعني مية وخمسين طيب زاويتين القاعدة في المسلس متساوي الساقين بيكونوا متساويين مع بعض يعني هلاقي ان زاوية جيم خمسة وسبعين وزاوية دال خمسة وسبعين طيب من خلال الشكل اللي موجود قدامي اقدر اقول ان زاوية الف بقى تلاتين زاوية به مية وتمانين زاوية جيم خمسة وسبعين زاوية دال خمسة وسبعين زاوية هي هتبقى مية وتمانين نبص بعد كده نجيب ازاي الزاوية المحطية للشكل الخماسي زا ما احنا قلنا بالقانون ان عدد اضلاع او زاوية المحطية بيساوي اتنين قاف في سين ناقص اتنين على سين سين اللي هي عدد اضلاع المضلع اللي هو المخمس اللي هي خمس اضلاع اجي بعد كده اقول ان نون الزاوية المحطية بتساوي اتنين في تسعين في خمسة ناقص اتنين على خمسة يبقى نون زاوية المحطية للشكل المكمس بتساوي مية وتمانين في تلاتة على خمسة يعني بتساوي خمسمية واربعين على خمسة يعني هتساوي مية وتمانية درجة يبقى الزاوية المحطية للشكل الخماسي عندي مية وتمانية درجة اقدر بعد كده اشتغل داخل الجدول اللي موجود عندي اقول ان انا عندي الشكل مخمس عندي مقدار او اثر الازاحة قبل وبعد عندي مقدار الزياد او نقص طيب زوايا الشكل الخماسي الف وب وجيم ودال وهي عندي المجموع عندي قبل الازاحة الزوايا كلها مية وتمانية درجة زي ما احنا شايفين مجموعهم خمسمية واربعين خمس زوايا في مية وتمانية بخمسمية واربعين بعد الازاحة اتفقنا ان زاوية الف بقت زاوية ناشئة مقدارها تلاتين وبالتالي حصل هنا نقص في الزاوية اللي هي كانت مية وتمانية بقت تلاتين يعني حصل نقص بمقدار تمانية وسبعين درجة زاوية بيها عندي بقت مية وتمانية بقت زاوية مستقيمة حصل هنا زيادة بمقدار اتنين وسبعين درجة زاوية جيم اللي هي احدى زاويةي القاعدة بقت خمسة وسبعين يعني حصل فيها نقص بمقدار تلاتة وثلاتين زاوية دال بقت خمسة وسبعين يعني حصل فيها نقص بمقدار 33 زاوية هي بقت 180 حصل فيها زيادة بمقدار 72 درجة اقدر اقول ان انا عندي مجموعة الزوايا قبل الازاحة 108 في 5 بـ 540 عندي بعد الازاحة مجموعهم 540 مقدار الزيادة اللي حدثت 144 ومقدار النقص اللي حدث 144 يبقى كده قدرت اجيب اثر الازاحة على الشكل المخمس المنتظم نتيجة تأثير قوة عنده نقطة الف اللي هي نقطة الرأس بالنسبة للمخمس المنتظم شوف بعد كده المثال اللي بعد كده وجد اثر الازاحة على المسدس المنتظم بقوة ضغط انا عندي شكل سداسي اثرت عليه بقوة ضغط من اعلى طيب عندي نقطتين القاعدة مسبتين نتيجة لتأثير القوة من اعلى حدث ازاحة بالنسبة لمضلعات الشكل السداسي زي ما هنشوف دلوقتي انا عندي طبعا الشكل السداسي الف بجيم دال هواو نتيجة لتأثير القوة اللي اثرت عليه طبعا الزاوية 120 زاوية المحطية نتيجة لتأثير القوة اصبح ان هناك انطباق لمضلعات او الاضلاع او الاعضاء بتاعة الشكل السداسي بمعنى ان انا عندي حدث انطباق للضلع الف واو على الضلع جيم دال اللي اتنين انطبقوا على بعض وحصل انطباق للضلع الف به على الضلع به جيم وحدث انطباق للضلع واو هي على الضلع هي دال زي ما احنا هنشوف الرموز كده ان زاوية الف بقت موجودة هنا زاوية به هنا زاوية جيم زاوية دال زاوية هي زاوية واو بمعنى إيه بمعنى أن أنا عندي زاوية ألف بدل ما كانت زاوية 120 بقت زاوية 180 بقت زاوية مستقيمة ليه لأن الضلع ألف به والضلع ألف واو اللي اتنين بقوا على استقامة واحدة الضلعين دول بقوا على استقامة واحدة وبالتالي زاوية به بقيت 180 درجة نفس الكلام عندي زاوية واو أن الضلع ألف واو والضلع واو هي بقوا على استقامة واحدة وبالتالي بقى عندي زاوية وو 180 درجة بكده اقدر اقول ان انا عندي زاوية به لما اتضلع قلب به و اتضلع به جيم انطبقوا على بعض فزاوية به اصبحت زاوية صفرية اصبحت بصفر وفي نفس الوقت زاوية هي اصبحت بصفر بقى عندي اربع زاوية مستقيمة 180 وعندي زاويتين صفر اللي هما زاوية به وزاوية هي يبقى زاوية الف 180 زاوية جيم 180 زاوية واو 180 زاوية دال 180 زاويتين به وهي بقوا الزاويتين عبارة عن زاويتين بصفر تشوف بعد كده الجدول طبعا الشكل المسدس اصر الازاحة قبل وبعد عندي مقدار الزيادة او النقص عندي الزاوية الف بجيم دال هي واو مجموع الزاوية طبعا اتفقنا ان زاوية الشكل السوداسي كلها 120 درجة قبل الازاحة 120 يبقى كل الزاوية عندي 120 قبل الازاحة مجموعهم 720 طيب زاوية بيه اه زاوية الف الاول بقت 180 يعني حصل ان هي حصل فيها زيادة بمقدار 60 لما اطرح المائة وعشرين من المائة وثمانين يديني 60 مفيش هنا نقص بالنسبة للزاوية ابتدي ابوصل زاوية بيه زاوية بيه احدى زاويتين اللي في الاركان اللي في الاطراف بقت زاوية صفرية بقى عندي زاوية بيه بصفر يبقى 120 نقص صفر يعني حصل نقص بمقدار 120 درجة عندي بعد كده زاوية جيم بقت 180 درجة بقت زاوية مستقيمة حصل لها زيادة بمقدار 60 درجة زاوية دال 180 درجة حصل زيادة بمقدار 60 درجة زاوية هي بقت زاوية صفرية بقت صفر زاوية واو بقت 180 درجة يعني حصل زيادة بمقدار 60 يبقى في زاوية هي لما بقت بصفر بقى عندي مقدار نقص بمقدار بزاوية 120 زاوية واو حصل ان هي بقت زاوية 180 يعني حصل زيادة بمقدار 60 درجة اما ابتدي اجمع اثر الازاحة قبل 720 اثر الازاحة بعد 720 مقدار الزيادة 240 مقدار المقص 240 كده انا عرفت تأثير القوة على الشكل المسدس المنتظم بقوة ضغط قوة ضغط كاملة لغاية ما حصل انطباق على ما بين الضلعين الضلع القاعدة والضلع الاعلى اللي هو الضلع الاف واو على الضلع جيم دال وبالتالي حصل انطباق للضلعين في الجنب اليمين اللي هو الف وبه جيم وانطباق للضلع الثاني اللي هو الف اللي هو هيه واو هيه وهيه دال وحصل هنا ان انا بقى عندي الشكل السوداسي عبارة عن قطعة مستقيمة كاملة نتيجة لانطباق الجزء العلوي على الجزء السفلي يعني حصل نص الشكل السوداسي اللي فوق انطباق على نص الشكل السوداسي اللي تحت فبقوا الاثنين على استقامة واحدة يعني في زاوية مية وتمانين درجة هتدي اشوف بعد كده اثر الازاحة على المخمس المنتظم المتمفصل بقوة ضغط احنا قلنا المخمس لمجموعة من الحالات خدنا الحالة اولانية حالة شاد دي الحالة التانية حالة ضغط بحيث ان انا عندي بقى اتزاوية الف مقدارها بعد تأثير القوة وبعد الازاحة بقى اتزاوية الف مية وتمانين درجة طبعا متفقين ان انا عندي نقطتين القاعدة بيكونوا مسبتين زي ما احنا شايفين يبقى عندي الشكل الخماسي متسبت من القاعدة زاوية مية وتمانية درجة الرموز بتاعته قلب بجيم دال هي ابتدي اثر بقوة ضغط من عندي نقطة الف فبالتالي هيصبح الشكل عندي بالشكل ده عبارة عن شكل نصف سداسي او نصف نصف شكل مسدس منتظم طيب زاوية الف بقت زاوية مستقيمة زي ما احنا شايفين بقت على استقامة واحدة لما اقول ان الف به عندي والف وهي بقول لتنين الدلعين دول بقوا على استقامة واحدة يعني زاوية به بقت مية وتمانين درجة طيب بالنسبة للشكل السداسي احنا متفقين ان زاوية زاوية الشكل السداسي المحطية مية وعشرين درجة بقى عندي هنا في الشكل ده زاوية الف مقدارها مية وتمانين زاوية به نص زاوية الشكل السداسي اللي هي مية وعشرين هيبقى عندي هنا زاوية به بستين زاوية الف هلقيها مية وتمانين زاوية به بستين زاوية جيم عندي بمية وعشرين زاوية دال مية وعشرين زاوية هي زاوية ستين درجة بقى عندي ألف مية وثمانين به وهي ستين جيم ودال كل منهم مية وعشرين درجة نشوف الجدول بقى عندي الجدول طبعا هقول الشكل مخمس أثر الإزاحة قبل وبعد عندي مقدار الزيادة أو النقص طبعا عندي الزاوية ألف به جيم دال هي عندي المجموع بالنسبة لي زاوية الشكل الخماسي طيب نشوف زاوية كلها زاوية الشكل الخماسي كلها قبل الإزاحة مية وتمانية درجة يبقى هنا عندي ألف مية وتمانية به مية وتمانية جيم دال هي كلهم مية وتمانية مجموعهم خمسمية واربعين درجة عندي زاوية ألف اتفقنا أن هي بقت زاوية مستقيمة بقت زاوية مية وتمانين درجة يعني حصل فيها زيادة بمقدار اتنين وسبعين درجة يبقى أقدر أقول أن زاوية ألف بقى فيها زيادة بمقدار اتنين وسبعين نتيجة أن هي أصبحت مية وتمانين بعد ما كانت مية وتمانين زاوية به عندي بقت زاوية ستين سامحنا قولنا أن هي عبارة عن زاوية بتساوي نصف زاوية الشكل السوداسي اللي هو عندي مية وعشرين درجة زاوية الشكل السوداسي مية وعشرين زاوية به عندي بستين حصل فيها نقص بمقدار تمانية واربعين درجة عندي بعد كده زاوية جيم مية وتمانية قبل الإزاحة بعد الإزاحة بقت زاوية مية وعشرين نحن انتفقنا ان الشكل السوداسي زاويته مية وعشرين يعني حصل عندي هنا زيادة بمقدار اتناشر درجة زاوية دال بقت زاوية مية وعشرين يعني حصل برضو زيادة بمقدار اتناشر درجة زاوية هي بقت زاوية مية طبعا هي مية وتمانية هتبقى زاوية ستين نصف الزاوية بتاعت الشكل السوداسي يعني حصل نقص بمقدار تمانية واربعين يبقى هنا عندي مجموع الزاوية قبل الازاحة بالنسبة للشكل السوداسي خمسمية واربعين مجموع الزاوية بعد الازاحة خمسمية واربعين متفقين دايما ان اثر الازاحة قبل وبعد لازم ان مجموع الزوايا يكونوا الاتنين متسويين طيب بالنسبة لي مقدار الزيادة او النقص للمجمع عندي مقدار الزيادة هلاقيه ستة وتسعين ولمجمع مقدار النقص هلاقيه ستة وتسعين افهم من كده ان اثر الازاحة على المضلع المنتظم ما بيغيرش في مجموع زوايا المضلع بمعنى ان زوايا المضلع بتختلف الزوايا لكن في زوايا بتنقص في زوايا تاني بتزيد بنفس المقدار اللي نقصته الزوايا الاولانية وبالتالي بيحدث عندنا هنا ان الزوايا كلها بتبقى متساوية بمعنى ان مجموع الزوايا اللي زادت بيساوي مجموع الزوايا اللي نقصته وبالتالي مفيش عندي فرق ما بين زوايا قبل الازاحة او بعد الازاحة وزوايا الزائدة او الزوايا بعد المقص بكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة كانت مراجعة بسيطة على الجزء المقرر علينا بالنسبة لحساب إنشاءات معدنية بالنسبة للفصل الدراسي الأول اللي هو طبعا تعريف القوة وأنواعها ووحداتها وفي نفس الوقت كمان عندي الجهد سواء جهد الشد أو جهد ده وعندي أثر الإزاحة على المضلعات المنتظمة كده نكون وصلنا لآخر حلقتنا النهاردة أشكركم في رعاية الله وأمني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته